محمود نقف على آخر التطورات والتصعيد المستمر هنا على امتداد هذا الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل شمال إسرائيل وجنوب لبنان قبل دقائق آخر رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان من ناحية حزب الله عشرون صاروخا انطلقوا الدفاعات الجوية ونتحدث هنا عن القبة الحديدية اعترضت جميع الصواريخ لم يفلت ولا صاروخ واحد من هذه الصواريخ لكن قبل ذلك كانت رشقة من عشرة صواريخ زميلي المصور يظهر لنا الصورة حيث لا زالت الحرائق التي اندلعت في بعض المستوطنات أمامنا أعمدة الدخان والحرائق التي لا زالت مشتعلة في مستوطنة دان وبجانبها مستوطنة كريات شمونة مارقليوت المنارة المطلة هذه مستوطنات مغلقة تعتبر مستوطنات تابعة للجيش بالفعل عدة رشقات صاروخية تقريبا كل ساعة محمود رشقة صاروخية من عشرة أو عشرين وفي بعض الأحيان ثلاثين صاروخ الدفاعات الجوية كانت لا تطلق مثلا عندما كان هناك عشرة أو خمسة عشر صاروخا لم تطلق صواريخ من المنظومة الدفاعية بينما في بعض الأحيان تطلق الصواريخ من الدفاعات الجوية وتعترض جميع الصواريخ أحيانا تطلق وتعترض بعضها وبعضها يسقط في أهداف بعينها هنا نرى بأن اليوم كان هناك استهداف لمستوطنة مردخاي أصيب أربعة جنود وقتل جندي إسرائيلي في هذا الاستهداف كان قبل أربعة ساعات تقريبا بالفعل الأعمال العسكرية مستمرة من جانب حزب الله منذ الصباح الباكر والاستهدافات وصلت إلى عكا وخليج حيفا ووصلت كما أسلفت ناهد إلى ضواحي تل أبيب صواريخ نوعية وصلت إلى المناطق البعيدة وهنا نتحدث عن سبعين إلى ثمانين كيلومتر الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحسب البيان الرسمي كانت تعطرض بعض الصواريخ ومنها ما قال الجيش بأنها سقطت في مناطق مفتوحة ومنها ما سقط على أهداف وتسبب بأضرار عند المستوطنين وكذلك في الأبنية اسمح لي رائد لأن الصورة الآن من الكاميرا كاميرا المصور المرافق لزميلنا رائد الأغبر مفدنا إلى الحدود الشمالية القصف شديد جدا هنا أصوات دوي انفجارات قوية محمود نسمع فعلا لأنه دائما ما كنا نصلت الضوء على هذه الصورة في بلدات الجنوب اللبناني نتيجة الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب نحن أمام صورة مختلفة تماما هذه المرة وهي هذه الحرائق المشتعلة نتيجة صواريخ حزب الله التي وصلت إلى مستوطنات الشمال هذا الحريق أين رائد بالضبط يعني هل تحدد لنا المستوطنة التي هذا الحريق في مستوطنة نعم نعم هذا الحريق في مستوطنة تدعى مستوطنة دان وخلف منها تماما إذا تظهر صورة أضواء المنازل هي مستوطنة كرياتشموني المعروفة والتي يستهدفها حزب الله يوميا ومن الناحية اليسرى كانت مستوطنة مردخاي التي قتل فيها جندي اليوم وإصابة ثلاث آخرين لا بد من الإشارة أن اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة 25 جندي في الأعمال العسكرية البرية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان في الاقتحامات وأيضا أعلن عن مقتل جندي في الصباح الباكر كما أن اليومين الماضيين شهد إصابة أعداد كبيرة من الجنود ارتفعت عن مئة جندي الأعمال العسكرية البرية مستعرة فعلا وقاسية يعني تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة وهو يقول بأنه يقتل أعداد من عناصر حزب الله ويدمر في البناء التحتية ويستحوذ على أسلحة يظهرها بفيديوهات على مواقعه الرسمية نحن نرى سلاح الجو باستمرار يجري غارات على جنوب لبنان وعلى العمق اللبناني وكذلك المروحيات هديرها لا يتوقف محمود فعلا هذه المنطقة اليوم تحديدا كانت الرشقات الصاروخية كل ساعة عبارة عن عشر أو عشرين وصلت إلى ثلاثين في بعض الأحيان وكانت القبة الحديدية تعمل أحيانا وأحيانا لا تعمل لا يزال الشارع الإسرائيلي لديه امتعاض من عدم نجاعة الأنظمة الدفاعية الجوية التي لا تستطيع حماية المستوطنين والمستوطنات كما يعد المسؤولين بأن هذه فترة العياد يجب أن تمضي ويعود المستوطنين إلى منازلهم هذه الصور تظهر وتؤكد بأنه من الصعب حسب الشارع الإسرائيلي عودة المستوطنين إلى هذه المناطق لاستقبال القدائف والصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان